في مهمة هي أشبه بتحدي مع الظروف والإمكانات لكن أيضا يقابلها إهمال من قبل السلطات بالملف الرياضي اللي ينقصني أنا شخصيا وما تكلمش عن نفسي شخصيا تكلم على الرياضيين كافة في محافظة مارب بل اهتمام الاهتمام ضعيف جدا في محافظة مارب هنا حيث يحاول زكريا على هذا النحو وبشكل مستمر اكساب نفسه مهارات وقدرات رياضية تمكنه من تحقيق تطلعاته وأماله مستقبلا حيث اقترب أو يكاد من ذلك ليصبح من الأسماء اللامعة التي تتصدر المشهد الرياضي في محافظة مارب نتمر كل يوم سواء كان هناك أنشطة أو ما فيش أنشطة مجد شخصي وبكانة تحققت بفعل العمل الذاتي وهي ثمرة لجهود أيام طويلة من التدريب والعمل المكثف مشاركات في الأنشطة الموسمية أو تلك التي تتزامن مع مناسبات عادة ما تكون غير كافية ولا قادرة على إشباع رقبات وشغف هؤلاء اللاعبين الباحثين عن منافسات تمثل اختبارات حقيقية لمستوياتهم المحافظة عندها مواهب عندها مواهب قادرة أنها تمثل منتخبات الوطنية في كافة الفئات السرنية بالنظر إلى ما يحظى به هذا اللاعب من احتفاء من قبل المتابعين له كواحد من المواهب الكروية التي لو لاقت الدعم المناسبة مع توفر بيئة رياضية ملائمة قد يصل بها إلى مرحلة الاحتراف طالب الأخوة في الاتحاد العام اليمنية لكرة القدم مثلا بالأخ الشيخ أحمد صالح العيسي بأن يرسلوا مندوبين ومدربين إلى محافظة مارب سيلاحظوا وسيطلعوا على مواهب كثيرة جدا وأنا على ثقه بأنه سيأخذهم في المنتخبات تكتفي السلطات بالإشادة والاعتراف بهذه الثروة الرياضية لتبقى رغبة الشاب وزملائه من الرياضيين جامحة في واقع رياضي مغاير من شأنه إعطاؤهم فرصة الالتحاق بتشكيلات المنتخبات الوطنية ممثلين لمدينة أصبحت تنافس وبقوة في مجالات كثيرة أندية رياضية ولاعبون كثر وجماهير متعطشة وفي مقابل ذلك تبدو البيئة الرياضية والاهتمام من قبل السلطات شكلية وغير كافية ولا مشجعة لإشباع شغفهم الكروي الفريد خليل الطويل قناة بالقيس مأرب